في حادثة أخرى وخطيرة ومنفصلة مركز طبي عراقي يحتاجز فتيات سوريات جنسية فضيحة ضج بها الرأي العام خلال الساعات القليلة الماضية المركز متخصص في طب الأسنان يقع في محافظة ذيقار والمسؤول عن هذا المركز سيدة عراقية نتحفظ طبعا عن ذكر اسمها فهناك معلومات متداولة تؤكد أن المركز يقوم بتوظيف أطباء وطبيبات وممرضات من الجنسية السورية بشرط أن يأخذوا منهن جوازات سفرهن لمنعهن من السفر وهنا يتم احتجازهن بطريقة مخالفة للقانون ودون حق الفتيات وبعد صراع طويل مع إدارة المركز أبلغنا جهاز الأمن الوطني ووفقا لمصدر أمني قوة تابعان الجهاز داهمت فجر هذا اليوم مركز طب الأسنان وسط مدينة الناصرية وقامت بتحرير الفتيات السوريات المحتجزات بداخل المركز وجرى نقلهن لمركز احتجاز خاص من أجل إكمال إجراءات التحقيق معهن طبعا جهاز الأمن الوطني لغاية دخول إلى الاستوديو لم ينشر أي بيان له عن هذه الواقعة إلا أن قيادة شرطة ذيقار أكدت صحة هذا الخبر وحقيقة ما جرى ترجمة نانسي قنقر